اشتركوا في القناة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريق غامل فريق السلة حسم دوري المرتبط وإن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي يكمل في إنجازاته كده دايما النهاردة هيكون عندنا أخبار كتير أكيد عن النادي الأهلي واللي بيستعد لمواجهة الداخلية في دوري المصري الممتز يوم السابط اللي جاية إن شاء الله ودي المباراة المؤجلة من الجولة السادسة في بطولة دوري المصري الممتز كمان عايز أقول لكم المدير الفني الجديد للفريق مارتين لسارتي هيوصل إن شاء الله القاهرة بعد بكرة عشان يبدأ مشواره مع الفريق ويكون طبعا متواجد في مباراة الداخلية على ملعب فيتر سبوت كمان مباراة الداخلية دي هي آخر مباراة للنادي الأهلي في شهر ديسمبر وبكده بيكون النادي الأهلي خلص جزء كبير من مؤجلته وإن شاء الله بإذن الله يستمر في تحقيق الانتصارات عشان يرجع مرة تانية لمكانه الطبيعي في قمة الدوري وبيوصل طبعا النادي الأهلي دلوقتي مبارياته يعني نحو اللقب الـ 41 فتاريخه بإذن الله إن شاء الله يكون اللقب الـ 41 من نصيب النادي الأهلي في الموسم الحالي كمان هيكون فيه عندنا النهاردة كمان جولة كبيرة جدا في الصحف والمواقع الإلكترونية وكل حاجة كتبت عن النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت أو في الأيام اللي احنا ما كناش موجودين فيها معاكم كمان عندنا جولة في الأخبار العالمية وأخبار السوشل ميديا وكل وآخر اللي حصل في عالم السحرة المستديرة هيكون كمان ضدنا النهاردة الأستاذ محمد الشحات الناقض الرياضي في أخبار الرياضة وكالعادة بنبتدي بأهم العنوان الخطيب يلتقي في فرق السلة بعد الفوز ببطولة تيل مرتبط رجال وسيدات الفريق الأول يواصل الاستعداد لمواجهة الداخلية في الدوري وليد سليمان جاهز لمواجهة الأهلي والداخلية لسارتي يعرض على الأهلي الاستعانة بفريق طبي عالمي الأهلي يدرس قيد بركات وإعارة عمر وباسم محمودي اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة محترفة لإدارة الحكام وإبعاد عصام عبد الفتاح سترلينج صلاح لاعب استثنائي ولست متفاجئ بمنافسة لفرقول من أهم عنوين حلقتنا النهاردة نروح لأهم الأخبار التي تقالت عن النادي الأهلي في الصحفة الأهرام الأهلي يدرس قيد بركات وإعارة عمر وباسم محمودي لسارتي يصل بعد غد ومدير الكرة يحضر قرعة دوري الأبطال الأفريقي الأخبار ترقب في الأهلي لوصول سارتي يوسف أرفض التشكيك في إخلاص أظاره والقوة الضاربة تكتمل قريبا الشروق لسارتي يعرض على الأهلي الاستعانة بفريق طب عالمي المدير الفني يستفسر عن إمكانية تغيير ملعب السلام وجيرالدو بديل كوليباري في القائمة المحلية الأخبار المسائي فقط الأهلي تنتظر فرمان لسارتي المدير الفني يذاكر بيرميدز ومحاولات جديدة لحسم انضمام الشحات وصبحي الجمهورية الطيور المهاجرة على الأبواب الأهلي ينتظر رد الشحات وصبحي اليوم السابع الأهلي يقرر تعديل عقد صالح جمعة وبركات الأحمر يقترب من ضم أحمد الصالح ومعلول يعود أساسي أمام الداخلية المثم أحمد يوسف انتظر ودفاع الأهلي في الدور الثاني أحمد الصالح يقترب من القلعة الحمراء بعد انضمام محمود مرعي المصر اليوم انفراجة في أزمة الشحات مع الأهلي واستعارة صبحي اقتبار طبي لسليمان لتحديد موقفه من مواجهة الداخلية فحص إسلام محارب وعودة محمد نبي روزل يوسف الأهلي مشغول بالدخلية الجهاز الفني يطالب اللاعبين باللسمرار في الانتصارات في الدوري وهشام جاهز نروح معاك سريعا لتفاصيل أهم الأخبار التي قالت عن النادي الأهلي في الصحافة وهنبتدي مع الأهرام اللي قالت أن أكد سيد عبد الحفير مدير الكرة في النادي الأهلي أن الثنائي عمر جمال وعمر بركات مستمرين مع الفريق وأن ما فيش أي أزمة في قدهم وأن الأورجواني مارتين لسارتي المدير الفن الجديد هيحسن موقفهم النهائي سواء هيفضلوا في النادي الأهلي أو هيتم أعارتهم زيهم زي كل لعيبة الفريق كمان قال كابتن سيد عبد الحفير أن عقد عمر جمال مستمر لسنتين تانيين وفي استجاه للتفاوض معي عشان يمدد العقد وغير صحيح أنه هينتهي في نهاية الموسم الحالي كمان قال أن عمر بركات عقده ساري مع النادي الأهلي وقال كمان كابتن سيد عبد الحفير أن لسارتي هيوصل بعد بكرة يوم الجمعة القاهرة إن شاء الله وهيكون حاضر لمواجهة الدخلية المقرر لها يوم السبت ضمن منافسات مسابقات الدوري وهتكون في جلسة لتحديد العديد من النقاط من الأهرام نروح للأخبار لقالت أن بينتظر النادي الأهلي عودة لسارتي المدير الفني الجديد من بلاده للتولي المهمة رتميا وحسم ملفات كتير أهمها القيمة المحلية واللي هيبدأ القيد فيها مع بدء فترة الانتقالات الشطوية في أول يناير اللي جاي والآخر الشهر لسارتي مقرر أنه يرجع يوم 28 ديسمبر وقال كابتن محمد يوسف عن لسارتي بصراحة المدرب الجديد مبشر وبدايته بتدعو للتفاؤل وفيما يخص مخاوف قلة خبراته الأفريقية والعربية فرد بتصريح مقتضب وقال كرة القدم تتحدث كل لغات العالم والمهم العمل والاجتهاد وردا كمان على سؤال حول ضياع الفرص السهلة من وليد أزار ومهاجم النادي الأهلي وهل في شبهة بتقاعص اللاعب زي الناس بتقول أو بتردد فرد كابتن محمد يوسف وقال الكلام ده غير مطروح للمناقشة أساسا اعتقادنا كاملة في اللاعب وكبيرة فيه وهو مهاجم من أقوى المهاجمين كمان الشروق قالت ان استفسر الأورجوياني لسارتي المدير الفني لنادي الأهلي عن إمكانية اللعب على ملعب بديل لستادة السلام خصوصا أنه هو استلم تقرير من الجهاز الفني الحالي بيفيد بسوق أرضية الملعب والتي تسببت في معظم إصابات اللعبة خلال الفترة اللي فاتت كمان اقترح لسارتي زيارة وفد طبي عالمي لنادي الأهلي كل فترة وبشكل دوري عشان يحددوا العلاج المثالي للعيبة وده بسبب الإصابات المتكررة في الفترة الأخيرة سواء النتجة عن سوق التأهيل أو عن سوق أرضية الملعب ده كان أهم الكلام اللي تكتب في الصحافة عن النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت بدلوقتي تعالوا نروح نشوف معاكو برضو أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت الموقع الرسمي لنادي الأهلي الخطيب يلتقي فرق السلة بعد الفوز بمطولتي المرتبط الرجال وسيدات الموقع الرسمي لنادي الأهلي الأهلي يواصل تدريبات واستعدادا لمواجهة الداخلية بوابة أخبار اليوم فقرة فنية في مراني الأهلي بوابة الأهرام وليد سليمان جاهز لمواجهة الأهلي والداخلية الشروق فقرة ترفيهية في تدريبات الأهلي استعدادا للداخلية اليوم استابع الجهاز الفني للأهلي يدرس الدفع بعلي معلول في مواجهة الداخلية سوفر كورا إسلام محارب جاهز مع الأهلي لمواجهة الداخلية الأهلي دوت كوم الأهلي يطرح تذاكر مباراة الداخلية للجماهير إليترونيا الشروق سلوفيني ماركوفيتش مدرب ليد الأهلي نروح نشوف معاكم أهم تفاصيل الأخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت وهنبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي الآن أن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هيلتقي مع فريقي كرة السلة رجال وسيدات وفريق المرتبط ناشئين وناشئات الساعة 7 مساء يوم الخميس اللي جاي في قاعة فكري أباضة في مقار النادي في الجزيرة عشان يهنيهم بالفوز بدوري مرتبط وتحفزهم طبعا لمواصلة الانتصارات والتتويج بالألقاب على الصعيدين المحلي والقاري هيقاب الرئيس النادي الأهلي فريق أو فرق السلة بعد ما حصلت كل فريق فيهم لقب دوري مرتبط للمحترفين والمحترفات خلال الأيام اللي فاتت بعد أداء مميز جدا وده طبعا جاي في إطار الدعم الكامل لفرق النادي الأهلي من أجل المنافسة على كل البطولات والاستمرار في حظ الألقاب وإسعاد الجماهير كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي واصل تدريباته النهاردة الصبحة لملعب مقترد تتشف الجزيرة استعدادا لمواجهة الداخلية والمقرر لها يوم السبت اللي جاي إن شاء الله في إطار مؤجلات الجولة السبتة من منافسات الدوري الممتاز النادي الأهلي استأنف تدريباته إمبارح يوم الثلاث بعد ما رجع من أثيوبيا صباح أمس الأول أو صباح أول إمبارح يوم الثنين بعد مواجهة تجيمة الأثيوبي في إياب دوري الثلاثين من دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي تأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ومستنى أرعة البطولة المقرر لها إن شاء الله بعد بكرة يوم الجمعة اللي جاي كمان بوابة أخبار اليوم قالت إن كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي خاصة فقرة فنية خاصة للعيبة في تمرين الفريق النهاردة الصبح حارس كابتن محمد يوسف إن هو يوقف الوحدة التدريبية الفنية أكتر من مرة عشان يوجه لعيبة النادي الأهلي ويصحح بعض الأخطاء واشتمرت الفقرة على إن كان في مجموعة ضمت ثلاث لعبين بينفدوا هجمات وسط فصادي ثلاث مدافعين لهم في الوقت التولى فيه الثنائي الشريف إكرامي ومحمد الشناوي حراسة المرمى في الفقرة الفنية العملها كابتن محمد يوسف النهاردة الصبح في التمرين الخاص بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي كمان بوابة الأهرام قالت أن وليد سليمان لعب الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي انتضم في التدريبات الجماعية النهاردة يوم الأربع على ملعب مختار التتش في الجزيرة وتخلص اللاعب من الإصابة بإجهاد في كاحل القدم واللي حرمته من مرافقة بحثة الفريق مؤخرا لأثيوفيا لمواجهة تقجيمة في إياب دوري الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا شارك اللاعب بقوة في تدريبات النهاردة عشان يعلن عن جهزيته لمواجهة الدخلية والمقارنية إن شاء الله السبت اللي جاي في الجولة المؤجلة ما بين الفريقين من الأسبوع السادس في مصابة الدوري الممتاز كمان الشروق قالت أن خاد لعيبة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي النهاردة فقرة تدريبية طرفهية على ملعب مختار التتش في الجزيرة شهد تمرين النهاردة تقسيمة كرة بالليد في إطار برنامج الجهاز الفني لتجهيز اللعيبة للمرحلة الحالية ولبتشهد خود مباريات متتالية كمان اليوم السابع قال أن بيدرس الجهاز الفني لنادي الأهلي الدفع بالتونس علي معلول ظاهر أيصر الفريق في التشكيل الأساسي لمواجهة الدخلية في بطولة الدوري العام والمقارنة لها السابت اللي جاي بعد تجهيزه طول الفترة اللي فاتت بعد ما تعافى من الإصابة هيرجع في ناحية الشمال وهيرجع كمان أيمن أشرف لمركز قلب الدفاع استحب بينادي الأهلي علي معلول في رحلة أفتيوفيا خلال مواجهة تقسيمة الأفتيوفي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا وطبعا هو مشاركش خوفا من تجدد إصابته كمان موقع سوبر كورا قال النبات إسلام محارب لاعب نادي الأهلي جاهز للمشاركة في مباريات الفريق اللي جاي بعد ما تعافى من إصابته الأخيرة واللي حرمته من تدريبات الفريق ومباريات الفريق الأخيرة اشتكى محارب من شد في العضلة عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة جيمة بجبار الأثيوفي واللي أقيمت يوم الحد اللي فات في إياب دوري الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا قضع إسلام محارب لصحص طبي وأثبتت جهازيته للمباريات اللي جاي خصوصا بعد ما شارك في تمرين الفريق النهار ده يوم الأربع على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة الداخلية يوم السبت اللي جاي كمان موقع الاهلي.com قال إن قررت لجنة المباريات في النادي الأهلي برئاسة العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طرح الكمية المخصصة من التذاكر للنادي الأهلي في مباراة الداخلية 500 تذكرة لجماهير الأهلي عبر نظام الحجز الإلكتروني اعتبارا من مساء يوم الثلاث وبتبلغ قيمة التذكرة 50 جنيه وفقا للسعر اللي حدده مسؤولين النادي الداخلية بصفته إن هو صاحب المباراة تقام يوم السبت اللي جاي ضمن مؤجلات الأسبوع ستايدس من بطولة الدوري العام لجنة اللي بترقسها العمري فاروق بعضوية كل من خالد الدرندالي أمين السندوق وإبراهيم الكفراوي عضو المجلس والعميد محمد مرجان المدير التنفيدي اتكلموا طبعا عن الموضوع ده ودايما كانوا بينجدوا بأهمية وجود الجماهير وطبعا أكيد النادي الأهلي مستني جماهيره وعشان نعرف أكتر تفاصيل معنا دلوقتي زملنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي مساء الخير عليك يا كريم مساء الخير عليك يا شيما برحب بك وبرحب بكل مشاهدي طبعا أنا عايزة الأولة تطمم منك على تدريب النهاردة عن حالة اللعيبة وأكيد طبعا حالة الإصابات ومين إن شاء الله هيكون مستعد وجاهز للقاء الداخلية القادم يوم السبت اللي جاي إن شاء الله يمكن لو بنتكلم عن استعدادات الخاصة لمباراة الداخلية المباراة مؤجلة طبعا من الأسبوع لتالي السابق للدور العام النادي الأهلي يمكن كان عادة تلاحهم التدريبات مع المباريات من البطولة والبطولة وده يمكن خلال الفترة الماضية كان ليه تأثير كبير على العابة النادي الأهلي فقد أكثر ملاعب شيما من الإصابات والغيابات لكن يمكن الأشياء المبشرة أن في بعض اللعيبة هترجع خلاص لتشكيل الطريقة لنادي الأهلي وأيضا قائمة المباريات خلال الفترة القادمة لو بكلمك طبعا على تدريب النهاردة التدريب كان صباحي ساعة 9 ونص بدأ تدريب بالقريقة لنادي الأهلي بفيدة الكابتن محمد يوسف كان مدير الثاني المؤقت حتى هذه اللحظة يمكن لو بنتكلم على تدريب بشكل عام النهاردة كابتن يوسف كان ممكن عامل أكثر من فاقرة تدريبية النهاردة الفاقرة التدريبية الأولى كان فيها بعض الأشياء الترفيهية أو التدريبات الترفيهية لعاب النادي الأهلي نظر على التلحم الكبير والتدريبات المتواصلة والسفر يكون أكيد الكابتن يوسف كمدير الفني يبقى لي رؤية أنه يعني يكسر الحاجز أن يكون فيه تدريبات تحديثة فيها ترفيه فيها بعض اللي بيحك فيه الملعب لأن التدريبات متواصلة الشيما والمباريات تسبب بممكن الأخلاص اللحظة أنك بتشبع من التدريبات ومن الكورة فبيحاول الجهاز الفني أنه يكون فيه أي تدريبات ترفيهية النهاردة كان 15 دقيقة بعض الأعاب النادي الأهلي لكن التركيز الكبير كان بيحاول كابتن يوسف النهاردة أن كل اللعيبة اللي بتشارك بكتبة مستمرة ما يبقاش في حملة تدريب عليها النهاردة لكن النهاردة كانت جورة تدريبية قوية جدا لكل اللعيبة لما تتركش كلها للبطرة الماضية النهاردة كان فيه تدريبات فنية وإمكان فترة ما كناش بنشوف التدريبات دي تدريبات هجومة ضد الدفاع ثلاث مدفعين أمام ثلاث مهاجمين في منتصف ملعب وجملة تكتيكية إزاي تقدر أن أنت من أقل لبس أو من أقل تحرك توصل للمرمى التأكيد على إحراف الأهداف استغلال الكرس بشكل كبير وده اللي أكتب عليه الكابتن يوسف النهاردة فيه التدريبات ممكن كنا سمعين أقدرنا فرص كتيرة جدا في المباراتين الفاتوا لابد استغلال أنصاف الكرس اللي بتيجي ليه الترودة وأيضا كمان باكتب بشكل كبير على الأخطاء الدفاعية اللي تمتواع فيها النادي الأهلي فيها المبارات الجيمة المضيئة كان فيه تركيز كبير جدا على التمركوزيات اللي صحيحة الكرسات أمور عديدة جدا النهاردة كمان يمكن الأشياء المبشرة والمميزة جدا وهو ظهور علي معلول بشكل مميز أنا كنت عايزة أسألك فعلا من وقع مشاهدتك لتدريبات النهاردة الصبح هل تعتقد أن إن شاء الله علي معلول هيكون بيلعب أساسك المباراة القادمة أصد الدخلية بنسبة كبيرة شيما أتوقع وجود علي معلول فيها التشكيلة الأساسية يمكن واضح جدا أن النهاردة كان فائد بشكل كبير فبشكل كبير جدا علي معلول النهاردة واجبات هجومية ودفعية كانت بيوجهها لي لكابتن محمد يوسف أيمن أشرف يمكن كان بيقوم بزور كبير جدا خلال التطرة الماضية لكن هو ظهور الوجود غياب بساعد سمير وكان الاحتياج أو كان التعاني بتكون بمحمد هاني بنسبة كبيرة جدا هنشوف علي معلول فيه كانت الجهة اليسرى وأيمن أشرف سيعود من جديد هو أحمد علاء أليق المستكين نهاردة علي معلول بيأكد جهة اليسرى بشكل كبير بجانب إن شاء محمد أيضا كمان اللي عايزين أكد على جهة اليسرى إن شاء كانت أعرض لكابنا قوي جدا صحيح مباراة فجيما الأخيرة لإن شاء من نهاردة تأكتبنا كمان من دكتور كالد محمود طبيبين نادي الأهلي جاهد إن شاء الله لهذه المباراة وليد سليمان كمان اللي بنتمنى إن شاء الله يعود من جديد للتدبات الجمعية والمباراة والتشكيلة الأكتبية لكريقة لنادي الأهلي وليد أيضا كمان بيوعلن الجهات دي ولكن الدفع دي أمر فني طبعا نادي الأكتب محمد يوسف ومسطر لسلطي طبعا المدير الفني الجديد لكريقة لنادي الأهلي في مباراة الدفلية القادمة لكل جاهد إن شاء الله ياشيما ويمكن كمان لو بكلمك سريعا أيضا على بعض المسابين اللي خلاص يمكن فضلهم أسبياء بسيطة جدا وإسبوع بسيطة بسيطة عسمير ممكن فضلهم أسبوع ويمكن ينزل إن شاء الله للتدريبات الجمعية وصلاح محسن ثلاثة سبيع يعود للتدريبات الجمعية محمد نجيب من أول يناير إن شاء الله واحد يناير يبدأ يخش فيه تدريجيا كده في التدريبات خلاص يمكن كل اللعيبة شمال صحيح ممكن نقول يا كريم إن خلاص القوة الضربة للنادي الأهلي هترجع إن شاء الله لطريقة لنادي الأهلي عندنا مباراة فرمت بعد مباراة الداخلية وهي مباراة ضائف الهامية وضائف القوة لطريقة للنادي الأهلي لكن إن شاء الله هدفنا الأول أكيد مباراة الداخلية ومنها لي باقي أهل مباريات إن شاء الله بإذن الله يشيء ما تكون مباراة الداخلية مباراة جديدة للنادي الأهلي يا رب إن شاء الله كريم أنا يسألك على حاجة مارتيني سارتي هيوصل إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي يوم 28 القاهرة المباراة يوم السبت بعدها بقل من 24 ساعة هتكون مباراة النادي الأهلي أصاد الداخلية في الجولة السادسة والمباراة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز هل هيقود مورتين لسورتي القيادة الفنية للفريق في هذه المباراة من أصبارنا ومن خلال يمكن معلوماتنا أن مستلسات بالفعل يكون متواجد يوم الجمعة يوم الجمعة يمكن بنأكد أن التدريب ليس يكون صباحا يكون في الساعة ربا عطرا لأن النادي الأهلي مباشرة يتوجه إلى معسكر مبلغ استعدادة لمباراة الداخلية من الواضح ومن المستأكدات كما أن الكابتل سيد عبدالحفيظ أن مستلسات سيكون في القيادة الفنية لهذه المباراة وأكيد يكون 24 ساعة بس قبل المباراة لكن موجوده طبعا على الذكر أنه في مكان المدير الفني ده أكيد هيدي دفعة كبيرة جدا للعيات النادي الأهلي ده مأكد ما يشي ما قلنا لاستقرار الفني مع الجائب الفني مع المدير الفني في تأسير كبير جدا على العيات النادي الأهلي وإن شاء الله الفترة القادمة النادي الأهلي يحتage الانسسارات هذا المستلسات يمكن ينسجب إن شاء الله سريعا خلال� Midранis إن شاء الله بإذن الله خلال المباراة القادمة يكون النادي الأهلي في تربط الموبليات إن شاء الله نقاط المباراة القادمة كلها بإذن الله يكون لقريب النادي الأهلي شكرا لك كريم أحمد زملنا مراسل قناة النادي الأهلي نرجع تاني ونكمل معاك أخبار النادي الأهلي من على مواقع الانترنت وبعيدا عن كرة القدم نروح لكرة اليد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب أنها اتفاقوا مع مدرب سلوفيني لتولي تدريب فريق كرة اليد رجال خلفا للمدرب السابق عاصم محمد نجح النادي الأهلي في التعاقد مع المدرب السلوفيني نيكولا ماركوفيتش عشان يكون خليفة لعاصم محمد خلال الموسم الحالي ومن المقاررة أن بيوصل ماركوفيتش للقاهرة إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي هو بكرة عشان يقدر يوقع العقود ويعلن عن التعاقد معاه بشكل رسمي وهيبدأ إن شاء الله مهمته مع الفريق بعد فترة عياد الميلاد الكريسماس درب قبل كده كمان ماركوفيتش منتخب الإمارات والكويت ووصل مع الكويت لنهائيات كاس العالم في 2003 و2005 وكمان درب بعض الأندية في سلوفينيا مشاهدين معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معيك وبقيت فقرتنا في كلام في الميديا خليكم معنا رجعنا سريعا ونرسم كاملين معيك وبقيتنا في كلام في الميديا وبنوصل معيك دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفين في الخارج اليوم السابع الجبلية يقرر تشكيل لجنة محترفة للحكام وإبعاد عبد الفساح في الموسم المقبل صدى البلد وجه أحمد ضرب الحكام مرفوض والإيقاف والشط في انتظار المشاغبين سوبر كورا المقاولون مع الإسماعيلي تين 2 يناير وتأجيل لقاء الدراويش والزملك الوافد 25 مليون دولار قيمة التعهد المالي لاستضافة أمم أفريقيا في مصر اليوم السابع المنتخب الأولمبيو لقي أمريكا وهولندا وديا في معسكري إسبانيا كورا النجوم يتفاوض مع الحدش بطولات سيرلينغ صلاح لعب استثنائي ولست متفاجئ بمنافسة لفر فول سوبر كورا من تيز صلاح من أفضل لاعب العالم وموهبته تكمن أمام المرمى بالشكل حاسم يلا كورا متفوق على هازرد تريزي جيت ألف أفضل مراوغ في أوروبا خلف ميسي وموهبة فرنسية إيب فيارينا بعد التجديد مدارب ويجن يوشيد بسام مرسي سبورت 360 برشلونة يمهي البالفردي بشأن تجديد عقده كورا برشلونة الوجهة الأقرب لنجمة عطنم يورو سبورت عربية ريال مدريد يقهر برشلونة ويتربع على عرش أندية أوروبا في الجول تقرير يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد نمار هنبتدي أخبارنا المحلية مع اليوم السابع وهنبتدي بمجلس إدارة اتحاد الكورا برئاسة طبعا هاني أبو ريدا بالتنفيق مع عصام عبد الفتاح وضو المجلس ورئيس لجنة الحكام استقروا على تشكيل لجنة محترفة للحكام مع بداية الموسم الجديد كمان صدى البلد قالت أن أكد وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكورا أنه ضرب الحكام في الملاعب مرفوض جملة وتفصيلا كمان الثلاثي محمد حسن ومحمود بسيوني ومحمد الحنفي اتعرضوا لإعتداءات أثناء إدارتهم لمباريات في القسم الثاني والثالث واتخذوا قرار بإلغاء المباريات كمان قال وجيه أحمد أن اللجنة الرئيسية بتبدل مجهود لحماية أبنائها من أي خروج عن النص من جانب عناصر المنظومة الرياضية واللجنة برئاسة عصام عبد الفتاح مؤخرا رفعت مذكرة لمجلس الإدارة بسبب طبعا الاعتداءات اللي شهدتها لقاءات دوريات المظاليم وتم انتخاذ عقوبات صارمة من مجلس إدارة اتحاد الكورا برئاسة المهندس هاني أبو ريدا منها إيقاف أحد لعيبة فريق أبو إير الأسمدة 8 شهور وإحالة كمان عضو مجلس إدارة للجنة الانضباط لالتزام أو لاتخاذ اللازم لالتزامه داخل المباريات بعد كده كمان سوبر كورا قالت أن قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكورا إقامة مباراة المقاولين العرب مع الاسماعيلي المؤجلة من الجولة التسعة لمسابقات الدوري الممتاز الساعة السادسة من مساء يوم 2 يناير اللي جاي في استاد المقاولين العرب وده لعدم ورود الموافقات الأمنية لإقامتها في استادة معالية إن شاء الله يوم 28 ديسمبر لكن طبعا زي ما قلت لكم هتتأجل ليوم 6 يناير أو يوم 2 يناير الساعة 6 مساء اللي جنة تحديدا حددت معاد المباراة المؤجلة كمان من الجولة العشرة للمسابقة بعد إجراء قرعة بطولات الأندية الأفريقية وإقامة مباراة فيترجات مع إن بي في بطولة كاس مصر يوم 3 يناير في استاد المقاولين العرب كمان اليوم السابع قالت إن بيخوض المنتخب الأولمبي بقايدة شوق غريب مبارتين وديتين أمام منتخب أمريكا يوم 22 مارس اللي جاي وبعد كده هيقامل منتخب هولندا يوم 26 مارس بردو خلال معسكر أسبانيا توصل مسؤولين المنتخب الأولمبي لخوض 3 مباريات أمام أمريكا وهولندا وجاري البحث عن الودية الأخيرة في إطار الاستعداد لأمم أفريقيا واللي بتستضيفها مصر في نوبمبر 2019 المؤهلة لأولمبياد توكيو 2020 كمان الوفد قالت إن مصادر في اتحاد الكورة سرحت إن قيمة التعهد المالي من جانب مصر لصدافة بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 بلغ 25 مليون دولار وبحسب المصادر فإن المبلغ ده هو المنصوص عليه من جانب الاتحاد الأفريقي لكورة القدم الكاف ويجب على أي دولة عندها رغبة في استضافة البطول أن هي تتعهد بسداد هذا المبلغ وهو عبارة عن تكلفة التنظيم من تجهيز ملاعب وطرق ومطارات وفنادق وغيرها من الأمور المختلفة وقالت المصادر إن التعهد الحكومي اللي أرسلوا اتحاد الكورة للكاف هو الموقع من مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بيتضمن التعهد المالي بسداد المبلغ ده مبلغ 25 مليون دولار وأفدت بأن الكاف هيدفع مبلغ مذي قد يقل أو يزيد عن 25 مليون دولار لكن صالح تنظيم المطولة ومش هيحصل اتحاد الكورة على أي دعم مالي مباشرة من الكاف موقع كورة كمان قال إن داخل مسؤولين نادي النجوم في مفاوضات مع الثناء يعصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي واحمد العاش مدافع الفحيح الكويتي للحصول على خدمتهم في نار الجاي أجرى كريم حسن شحاتة مدير الكورة في نادي النجوم اتصالات باللعيب عشان يعرف رأيهم بخصوص الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشطوية اللي جاية موقع بطولات كمان قال إن رحيم ستيرلينج لعب منشستر سيدي الإنجليزي وصف محمد صلاح نجم ليفرفول الإنجليزي بأنه لعب استفنائي ونقلت صحيفة إكسبرس الإنجليزية تصريحات ستيرلينج عن النجم المصري محمد صلاح لما قال إن هو مش متفاجئ مما يقوم به ليفرفول في الموسم الحالي قال كمان كل لعب عنده لحظة عندما يكون جيد يمكنه مساعدة فريقه خلالها صلاح فعلا فعل ذلك لقد كان استثنائي مع ليفرفول كمان موقع سوبر كورا قال إن رفايل بن تايدر مدير الفن لفرن نيو كاسل يونيتد أكد إن الدولي المصري محمد صلاح لاعب حاسم أصاد المرمى وهو ده اللي بيخليه واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودين في العالم في الوقت الحالي كمان قال مديرب نيو كاسل يونيتد إن محمد صلاح عنده سرعة ورؤية وقدرة بخلاف إن موهبته بتاكمن أصاد المرمى بالشكل حاسم وقال كمان المدرب الشهير إن في حقيقة أكبر هي إن ريفلا يعتمد على محمد صلاح وحده بالرغم من إن الجميع بيعي جيدا إن واحد من أفضل لعيبة العالم حاليا البل بيعتمد بشكل كامل على اللعبة من جميع الجهات والمناسبة دي متقدم دلوقتي ليفر فول واحد صفر كمان يلا كورة آلة إن الدولي المصري محمد أو محمود حسن تروزيجي عفوا جناح قاسم بشرة تركي تواجد بالقيمة الخاصة باللعبين الأكتر قياما بالمروغات النكحة على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بجانب الدوري التركي وبحسب الموقع التركي احتل تروزيجي المركز الثالث في القيمة بعد نجاحه بالقيام بواحد وخمسين مروغة صحيحة في الموسم الجاري 2018-2019 كأكتر لعب في الدوري التركي يتصدر الفرنسي ألان ماكسومم لعب نيسي الفرنسي القيمة دي ونجاح النجم للبالغ من العمر 21 عام في القيام بسبعة وستين مروغة وبيجي بعدين أرجنتيني ديونال ميسي نجم باشلونة في المركز الثاني بخمسة وستين مروغة بتفوق تريزيجي على البلجي كايران هازرد جناحة تشيلسي الإنجليزي ولي بيحتل المرتبة الرابعة بعد معامل 47 مروغة كمان موقع إيفيارينا قال أن بول كاك المدير الفني لفريق ويجين الإنجليزي أشاد بقائد الفريق سام مرسي بعد مجدد عقده لحد صيف 2021 قال كمان في تصريحاته وتصريحات دين قالتها شبكة سكاي سبورت سام مرسي لعب هام لويجين وإن الجماهير سعداء بتجديد عقده مع الفريق وقال كمان أنه هو بيعرف اللعب المصري من فترة طويلة وهو بيرغب بشكل مستمر في التطور عشان يكون أفضل من الفترة اللي هو فيها دلوقتي وقال كمان المدير الفني أن سام اتحق كل حاجة وصل لها لحد دلوقتي المشاركة في مدير روسيا مع منتخب مصر وتجديد عقده مع ويجين الإنجليزي موقع سبورت 360 قال أن النادي بورشلونة بيتجه نحو إقرار تمديد عقد مديره أرنستي بالفيردي برغم شعوره القاطع من جماهير الفريق الكاتلوني بالاستياء من الطريقة اللي بينافس بيها المدير الفني الأسباني في المباريات الخاصة بالبلوجرانة خلال الموسم الجاري وقالت صحيفة ماركا الأسبانية أن إدارة بورشلونة قدت لأرنستو فالفيردي مهلة لحد شهر فبراير اللي جاي عشان يقرر لو كان هيستمر مع الفريق الكاتلوني أو أنه بيفضل الرحيل عن قلعة الكامف نو في نهاية الموسم الجاري كمان قالت الصحيفة الأسبانية أنه لو لم يلغي أي طرف من الطرفين العقد قبل المعادة النهائي فإن بالفيردي هيكون مدارب لبورشلونة لعام ثالث بشكل تلقائي لكن إذا قرر أحد التهرفين أنه هو يفسخ العقد فيتم تقديم تعويض رمزي سواء من النادي أو من بلفيردي كمان موقع كورا قال أن الصحيفة مماندو دي فورتيبو الأسبانية ذكرت أن المهاجم الدولي الإنجليزي هاريكين بيعيش موسمه الأخير في تاطنم وسط اهتمام من عملقة القرى العجوز بخدماته وأشارت الصحيفة أن وسائل الإعلام البيتانية شايفة أن نادي باشلونة هو الأقرب للتعاقد مع كين في الصيف اللي جاي وارتبط كين بانتقاله لعدة أندية أوروبية زي منشستر يونيتد وريان مدريد واللي طبعا بإيسعى أنه يعزز هجوم باستمرار وكانت تقارير سابقة أشارت أن دانيال ليبي رئيس تاطنهم مش هيتخلى بسهولة عن نجمه ويطلب 200 مليون يورو على الأقل عشان يسمح له بالرحيل كمان باشلونة بيدور على مهاجم جديد عشان يعزز الفريق فضل تقدم اللعب الأرجو يعني لوي سوارس في السير كمان يورو سبورت العربية قالت أن فيه تقرير جيب في صحيفة أصل أسفانية قالت فيه خبر تعيد لنادي الملكي والجمهور نشرت تصنيف الاتحاد الأوروبي اليويفا للفرق الأوروبية في الترتيب في هذا العام أو خلال الأعوام الخمسة اللي فاتت وتربع على صدرتها الميرنجي بعد ما قدر أنه يتجاوز منافسه التقليلي باشلونة بعدد كبير من النقط جي ترتيب الفرق العشرة الأولى في تصنيف اليويفا عن آخر خمس سنين كالتالي ريال مدريد 144 نقطة باشلونة جيب ب127 نقطة بارني ميونيخ جيب ب127 نقطة تلاتيكو مدريد 125 نقطة يوفنتس 120 نقطة فاري سانجرمان 101 نقطة منشستر سيتي 99 نقطة إشبيجيا 99 نقطة فورتول بورتغالي 90 نقطة أرسنول 86 نقطة وجي تصنيف الدوريات الأوروبية خلال آخر خمس سنين كالتالي الدوري الأسباني بعد كده الدوري الإنجليدي ثم الإيطالي وبعد كده الألماني والفرنسي يجي بعديهم الروسي بعد كده الدوري فورتغالي يجي بعديهم البلجيكي وبعدين الدوري الأوكراني وأخيرا الدوري التوركي كمان في الجول قالت أن صحيفة أسل الأسبانية اتكلمت أن نيمار نجم فريسان جرماني يقدر أنه هو يسيب الفريق في 2020 مقابل 160 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده وقالت تقارير صحفية وقت تثابق أن رغبة نيمار اللي بالغ من عمر 26 عام في الرحيل عن فريسان جرمان وأنه هو نادم على ترك باشلونة نيمار هو أغلى لاعب في تاريخ كورة القدم بعدما انتقل لفريسان جرمان مقابل 222 مليون يورو مشاهدين معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيت فقرتنا في كلام في الميديا خليكم معاكم رجعنا سريعا وده ما عدنا مع جولتنا في السوش والميديا عشان نعرف آخر وكل جديد طبعا في عالم السحرة المستديرة نبتدي الأول بتتويج النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي توجي إمبارح بطل دوري مرتبط السلة للموسم التالي التالي على التوالي كتب كابتن محمد الدماطي أو عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أستاذ محمد الدماطي على صفحته على الفيسبوك ألف مبروك لكوز بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة مبروك لجمهور الأهلي العظيم دفع الأول للبطولات بحبه وبخوفه على الكيان اللي يخلي المنظومة كلها تتحرك للأحسن ولازم نشكرهم على ذلك تحية وتقدير لجميع اللاعبين على الإنجاز الرائع وتحية لكابتن طارق خيري وكابتن أحمد الجرحي على العمل الرائع ومعاهم إدارة النشاط الرياضي بقايدة كابتن رؤوف عبدالقادر كمان نشرت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك صورة لفريق السلة وكتبت سلة الأهلي أفطال دوري مرتبط مبروك نشر برضو محمد الجرحي عضو مجلس إدارة الأهلي على الفيسبوك وكتب الأهلي بطل لدوري مرتبط لكورة السلة مبروك هذه البطولة الغالية والفريق المرتبط بقيادة الكابتن أحمد الجرحي والفريق الأول بقيادة الكابتن طارق خيري نشر محمد سراجة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك صورة من التتويق وكتب ألف مبروك رجالة سلة الأهلي على التتويق ببطولة دوري مرتبط بعد أداء قوي ورجولي خلال مباريات البطولة وشباب قادم بقوة على قدر المسئولية والنجاح بيطمن على مستقبل الأهلي كمان كتب مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي ألف مبروك لشباب رجال السلة دوي مرتبط شرفتونا ورفعت رصنا كتب رامي جنيدي لعب فريق كرة السلة في الأهلي على تويتر الحمد لله ألف مبروك للنادي الأهلي بطل دوري مرتبط لكرة السلة كمان حرس اتحاد السلة على تهنئة النادي الأهلي باللقب فنشرت الصفحة الرسمية للاتحاد على تويتر صورة وعلقة الأهلي بطل لدوري مطابط موسم 2018-2019 مبروك عالميا بقى نروح لاحتفالات الكريسمس نشر محمد صلاح نجم لابرفول الإنجليزي ونجم منتخبنا الوطني الأول صورة على تويتر وكتبوا للجميع كريسمس سعيد كمان نشر رمضان صبحي لعب هادرسول ساون الإنجليزي صورة على تويتر وكتب كريسمس سعيد للجميع وعام جديد سعيد نشر علي غزال على الانسجرام صورة مع مراته وبنته وكتب كريسمس سعيد مني ومن أسرتي بيكم ولعلتكم كلكم كمان كريستيان رونالدو نجم يوفانتس نشر صورة على الانسجرام مع صديقته وأولاده وعلى أهل كريسمس سعيد كمان نشر الكرواتي لوك مودريتش لعب ريال مدريد صورة مع أسرته على الانسجرام وكتب كريسمس سعيد للجميع نشر جارد بيل لعب ريال مدريد صورة على تويتر من أحد مباريات فريقه كتب كريسمس سعيد كمان لنجم الإنجليزي وان روني نشر صورة على تويتر مع أسرته في الصورة دي وكتب كريسمس سعيد للجميع استمتعوا بيومكم نشر كمان الفولاندي ليفاندوفسكي نجم بعد من نخل ألماني صورة على الانسجرام مع ابنه وهم بيلعبوا في التلج وكتب تلج الكريسمس كمان كتب البلجيكي كيفن بروين لاعب منشستر سيدي على تويتر نتمنى لكم كريسمس سعيد من عيلة دي بروين أخيراً احتفلت الصفحة الرسمية لنادي أرسنل الإنجليزي على تويتر بعيد ميلاد رامزي لاعب الفريق ونشرت صورة لللاعب وكتب ترامزي يبلغ من العمر 28 عام النهاردة نتمنى لك عيد ميلاد رائع الثلاث نقطة في مباراة بايتن اليوم هيكون أفضل هدية لنا جميعاً مشاهدين معنا دلوقتي مع فاصل السريع وبعدها ينضم لينا دفنا النهاردة أستاذ محمد الشحات النقذ الرياضي في أخبار الرياضة رجعنا سريع نسم كاملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل دلوقتي لفقرة دفنا النهاردة منوارنا أستاذ محمد الشحات نقب رئيس تحرير أخبار الرياضة نسأل فول على حضرتك أهلاً نساء الخير عليك وعلى جباعة مشاهدنا ونقول كل صلاة طيبين لكل جمهور الشعب المصري ومساهيين ومسلمين ومناسبة العام الميلادي الجديد وعاد الميلاد وبنهن نادي الأهلي سلته سواء الرجال أو السيادات على إنجازهم الرائع نتمنى أنه يستثمر الموسم القادم في بطولة بقى أفريقيا واستكمالاً لهذه المسيرة نجح إن شاء الله طبعاً هنتكلم النهاردة عن النادي الأهلي أكيد هنتكلم عن اللقاء اللي فات أوصاد جيمة الأتيوبي في أتيوبيا وتحديداً في أديسة بيبة واللقاء القادم أوصاد الداخلية خلاص يمكن النادي الأهلي أفعل الصفحة الأفريقية مؤقتاً بعد لقاء جيمة الأتيوبي للأسف انتهى بهزيمة النادي الأهلي بهدف الأشياء لكن طبعاً في الآخر وصعدنا للمرحلة القادمة ومن الواضح كده أن الفرق المصرية عندها مشاكل في أفريقيا في الفترة دي إحنا شفنا كمان الزمالك بيكسب هنا قطن سبع أهداف للأشياء راح هناك تغلب هدفين هي المشكلة الأسفية أن هناك فرق جديدة بتظهر في أفريقيا إحنا كانت أسماء محصورة في فرق معبعينها النهاردة بتظهر فرق كثيرة ما نعرفش عنها صحيح وده يتطلب الأندية الكبيرة زي الأهلي والزمالك أن يبقى عندهم مراكز إعلامية معلوماتية على الفرق دي تدرس إن هي المتوقع هتقابل مين في الفرق دي فتشوف الفرق دي وتشوفه حتى لو ما قبلتهاش تبقى فائدة لها أنها ممكن تستفيد من ممكن كمال الموجود معلومات عن فرق معينة في حتة كتير في أفريقيا بيكون صعب لأن أفريقيا بردو كلها مش متطورة في أماكن صعبة جدا في أفريقيا النهاردة لأصبحت المعلومات معروفة وموجودة والفرق دي بقى مع موجودة بس إحنا عشان ما بنواجهاش بتبقى بالنسبة لنا غمضة كان مهم جدا على الأهلي وهو طبعا بطل أفريقيا وزعيم القارة أنه يبقى عنده معلومات كافية عن كل هذه الفرق موجود لأنه هو متوقع أن يقابلها طبعا المشكلة الأساسية أن الفرق دي فجأة بتظهر والأهل اتعرض مرة لوكبوها أنه خرج من دولة 32 أهد أمام فريق مغموره هو مغمور بالمزالة بس هو مش مغمور بالنسبة لدولته أو بالنسبة لأنه في بطلات على فكرة بتعمل في شرق أفريقيا وفي جنوب أفريقيا وفرق بطلات أربع خمس دول بيعملون بطلات مع بعضه وفرق كويسة بتشتغل مهم جدا في المستقبل أنه يبقى الأهلي عنده بيان كامل بكل الفرق الأفريقية اللي محتمل يقابلها في يوم الأيام طيب حضرتك من خلال متابعاتك للقاء الذهاب هنا في برج العرب شفت الجيمة الأثيوبيس داي شفتوا فريق ضعيف وإحنا كان كل الكلام موقتها أنه وصلنا 9 مرات للشباك لكن ما قدرناش أنه نترجم الهجمات دي لأهداف فكان كل التخيلات بتروح أنه الفريق الأقوى الأهم يعني اللي عنده طبعا قدرات فنية أكبر وأعلى في الملعب حالة كورة أفريقية حصل فيها تغير بين رهيب جدا كان زمان بيلعبوا كورة بعيدة تماما عن كورة القدم النهاردة نشوفنا الفريق الأثيوبي فريق منظم جدا بيلعب كورة على الأرض بيبنق اللقل يعني أنت لو تلاحظين كمية نقلاته على الأرض كتيرة جدا الكورة الأفريقية تغيرت وده لازم نأخذ بالنا منه يعني يعني إحنا كنا الأول الفرق الأفريقية بتبقى يعني ضعيفة لفرق جيدة بيجيوا مدربين كويسين عندهم عناصر كويسة إحنا شوفنا أن في فرق لعبتها النهاردة بتنافس في الدوريات الأوروبية الأفريقية يعني زي موروتانيا اللي صعدت لنهايات كأس الأمم الأفريقية من خلال لعبة اللي بيلعب في تشيلسي فبقى إحنا المسائلة تغيرت واللعبة تغيرت والعالم تفتح يعني الألم كان مغلق النهاردة الفرق الأفريقية انفتحت والأندية الأفريقية انفتحت وبقى لها رعاية يعني إحنا نشوفنا فرق كتير جدا بترعاها شركات ضخمة جدا في أفريقيا واعتقد أن ضروري جدا أنه لازم ندرس الخريطة الجيدة الأفريقية بشكل مختلف عن الشكل اللي احنا كنا يعني ما نعودش المفاجآت لازم تعرفين من اللي موجود من الفرق اللي موجودة الأندية اللي موجودة اللعبة نفسها اللي موجودة لأن انت ممكن تستفيد على فكرة يعني ممكن يكون في نادي في لعاب جيد انت عايزة تجيبه لما تتبعي النادي وتتبعي لعابته ممكن نستفيد به ما بقاش بس نحن نتعامل بس مع الفرق المعروفة أو الفرق زيات الصيط اللي في أفريقيا بالنسبة نحن نتكلم عن أفريقيا وعن اللعبة الأفارقة اللي ممكن يساعده منتخابات بلاده ما عايز أقول لكم بس أن نتيجة مباراة ليفر بول ونيو كاسل 2-0 سنجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفر بول دلوقتي من ركلة جزايا نرجع نتكلم عن النادي الأهلي وعن قلنا هنقفل مؤقتا صفحة أفريقيا ونروح للدوري المصري ممتاز والمباراة المؤجلة وطبعا النادي الأهلي عنده مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس في الدولة المصري ممتاز بحصود الدخلية يوم السبت القادم شايف اللقاء ده إزاي؟ طبعا قد يكون لقاء الدخلية اللقاء مفصلي بالنسبة لأهلي ليه بقى؟ لأن الأهلي بدأ يعود لي قواته الضربة بعد الإصابات اللي احنا عايزين نتكلم عنها وندينا وقت نتكلم فيها احتمال يلعب علي معلول واحتمال يلعب أحمد فتحي فطبعا أعتقد أن الأهلي هيصل إلى يناير وهتكون إن شاء الله قواته الضربة موجودة ويبقى الراجل يجي على فريق يعني هو جاي هو إن شاء الله يوصل جمعة وهني هيدير مطر يوم السبت وهو راجل يعني طبعا وده يعني يوريك درجة احترافيوته يعني الراجل ما ألكيش أنا هتفرج على المباراة من المدرجات لا هو هتحمل المسؤولية بموجود عايزين نحيي طبعا ده منطقي؟ منطق طبعا إحنا في احتراف العازف بيمسك النوتا ويروح عازف اللحن من غير ما حتى يكون عمل عليه بروفا يعني بسألة مختلفة يعني عايزين نحيي محمد يوسف فعلا أكيد طبعا تحمل المسؤولية في وقت عصيب محمد يوسف مدرب كبير حقق مع الأهلي كثيرا ويمكن آخر مطورة أفريقية حصل عليه لا نسمع أي تبرم أو أي إيجاهة يجب أن نحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يوسف بل بالعكس كان دايماً تصريحاته تم تحت أمر النادي في أي وقت أو في أي مكان شيء هايل ليحقي في محمد يوسف لأنه نتحمل المسؤولية في وقت صعب جداً يعني فريق عنده عشر لعبة مصابة وده لازم تدينا فرصة أن نقول الأهل لازم يعمل إيه عشان يعني يعني يعالج المشكلة دي الأهل مفروض يبقى عنده مركز طبي عالمي زي موجود في قطر هذا المركز والأهل يدرس الأسباب اللي بتأدي لإصابات لعبته بهذا الشكل العشر سنين اللي فاته أكتر من مئة لعب الأهل تعرض لإصابات مختلفة تشيلسي حصل له مشكلة بهذا الشكل عمل لجنة مهمة جدا من أطباء إصابات ملاعب ناس مسؤولة عن أرض الملعب ناس مسؤولة عن اليقى البدنية ناس مسؤولة عن التخزية وعادة اللجنة دي تدرس الأسباب اللي بتأدي إلى الإصابات أو التكر satisfying واكتشفت أشياء كثيرة جدا اكتشفت مشكلات في الملعب اكتشفت مشكلات في الأحمال التدريبية اكتشفت مشكلات في التخزية اكتشفت أشياء كثيرة جدا فالأهل لي لا يقل عن رغ طبس سمعينه كمان من امبرح للنهاردة أن صارتي الطلب من النادي الأخري أن يكون فيه وفد طبي عالمي ييجي النادي الأهلي يعني ما بين كل فترة أو تانية بشكل أو بصفة دورية يتبع النادي الأهلي ويشوف المشاكل اللي جواه النادي الأهلي ودايما يكون ملمب اللي بيحصل ويقدر يعالج كل الإصابات بشكل أسرع بكتير من اللي احنا بنشوفه في الوقت هذا الكلام أسعدني جدا لأنه لما يبقى مدير فاني فاهم الدور ده يعني المشكلة كلها أن مدرقنا الفانيين في مصر كان بيعمل كل حاجة حتى الأحمال هو اللي كان بيعمل بيحدد الأحمال للعب لا هو الراجل فاهم وهو حتى في المؤتمر الصحفي قال أنا عارف أن الأهلي عنده مجموعة من الإصابات وأنا حط الموضوع ده في عين الاعتبار وكان أول رد فعله أنه هو هيجيب الخبراء في المجال ده يعني كانت فيه مشكلة في مصر من السنوات اللي فاتت أنه كانوا المسؤولين عن إصابات الملعب ناس غير مؤهلة فممكن اللعب يحصل له أصابة في الملعب فيجرى عليه بتاع أصابات الملعب ممكن يؤذيه وهو بينقزه بيعلبه وعشان كده يعني فعلا إحنا لازم نشوف العالم بيمشي إزاي يعني لازم يقال نشوف لازم أنه واكب تطور في الطب الرياضي العلم يعني إحنا لازم نقول العلم ده لأنه النهاردة لما يقول بقى تشلسي خرجوا بالنتايج دي قالك أن كل لعب مفروض يبقى له جرعات تدريبية مختلفة عن التاني الضغطات بتاتي اللعيبة كلها مش متساوية فمش ممكن أنا أنزل التدريب الفريق كله تدرب بعد ما خلصه يقول إن نمشي لأ ده ممكن يجي المدرب الأحمال ياخد سين وصاد وعين من اللعيبة عشان يديهم أشياء أخرى هو ويحتاجها فطبعا إحنا محتاجين أهلي لا يقل على فكرة عن أي فريق علامي صحيح؟ فريق علامي صحيح؟ علامي ذه ويبقى مركز يعني تعمل مركز طبي علامي في الأهلي بإعلاج الإصابات دي بدل ما نودي ألمانيا لا إحنا نعمل مركز ده هنا للعيباتنا الأهلي مشكلته لسية معي فريق بيلعب معاه كل اللعيبة بتشحن بطارياتها بطاقتها القصوى عشان تظهر نفسها سواء تسوأ نفسها أو سواء تنتقل لفرق آخر فاللعيب بيبقى عنده أكثر فبدأ بعرض لعيب الأهلي للضغوط أطخم فعشان كده الأهلي محتاج أن يهيق لعبته ويكملها بكل الأسلحة أنها تقدر تقوم هذا الكلام ده تكلموا عن دارة المباراة ما هو صلاح لعب يوم السبت وهي لعب يوم الأربع صحيح 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 الموضوع ده ما بقاش مهمة دلوقتي أوه ما بقاش ناس شايفها بنفس المجهود الكبير اللي كانوا بيشوفه زمان يعني بيقولوا زمان لا أكثر من ما تشوف الأسبوع ما ينفعش وصعب ومجهود وكده لا دلوقتي طبعاً همشوف كل الفرق عالمياً بيلعبه ما تش يمكن يوم أو يوم أعيب بيسافروا ويبتاني يوم ينزلوا للعلم يا أستاذة شيمة والعلم اللي لاست بتشارب بيه احنا مشنخترع احنا هنشوف التجارب دي لاهلي بيسافر ناس عشان يشوف التجارب الإدارية عشوف التجارب الافليلونية شوفنا كمان وافد من الندي الألي راح ريال مدريد قريب جداً يسافروا بقى ناس بقى بتعطب بقى وبتع ملاعب وشوفه فيه مشكلة أنا اعتقد انه في مشكلة في ملعب السلام ويمكن هذا ما طلبه لسارتي وقال ياريت تحطه في عين الاعتبار تغيير ملعب السلام للملعب تاني لان انا حسس ان الملعب ده هو سبب اصابات الفرن لبقى ملعب السلام ده كان الملعب الوحيد في مصر الترتان فهل انا طبعا ما اعرفش هل هم لما جوهم يعادو بقى ميطلعو بقى ملعب تاني او نجيله هل هم يعني عملوله عملية ازالة تمام للترتان ده لان لو فيه بقرة يعني صلبة وجات الرجل اللعب عليها في معا دفاعه وجريته بتتعب الكل يعني جسمه كل يعني فطبعا اعتمنى ان ما يكون الملعب مفيش فيه مشكلة علي سان طبعا ده ملعب الاهل الرسمي اه شايفين ان اه فسان سامعين كمان في الفترة اللي جاي بإذن الله ندي الاهلي هيبتدي ان هو ينقل مبارياته من ملعب السلام لملعب السادة القاهرة بإذن الله مأساس خدا فيه مشكلة الشركة اللي هتشوف النجيله قالوا النجيله محتاجة ستو شهر لانها معمولة غلط فلازم تشال كلها لا حاولوا غلط فهي هي بس مشكلة المصر في ملعبها يعني نحن شوزين نتكلم بقى ان فيه ملعب لا تسلح لكرة القدم وكان سبب كتير قوي من إصابات الملعب فرصة جيدة ان الكابتن محمود الخطيب رئيسنا للأهلي لعب كبير وأكثر واحد بقى يقدر يعالج لنا المشكلة دي تعرض هو لإصابات كتيرة جدا لانه لعب في ملعب ما أنزل الله بها من سلطان فيقدر يددم لنا رشدة يعني خبراته كبيرة اللي تكونت على مدى سنوات عمره كلاعب يقدر يقول لنا بقى إيه المشكلة لو المشكلة في الملعب نعرف الملعب اللي أننا اللعب عليها لو المشكلة في الإعداد البدني نعرف نعمل فيهم إيه لو مشكلة في التغذية يعني طبعاً من وجهة نظر حضرتك شايف إيه سبب وراء الإصابات الكتير جداً اللي كانت في نادي الأهلي في الفترة الأخيرة يمكن الناس كانوا بيقولوا على نادي الأهلي مستشفى الأهلي أبداً ما هي بقول لك ما هي كل الأسباب دي بتأدي هل هي أحمل هل هي ملاعب هل هي تغذية هل هي عدم يعني هل فيه مشكلة في إعداد اللعب نفسياً ما هو اللعب النهاردة لما تم إعداده نفسي عشان يلعب المباردة ممكن في أي شيء تاني في جواه يوتروا بحسن ممكن الخوف يؤدي الإصابة كتير 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 فيه لعبة تحسي انه هو مش عايز يايايايا يعني هل تعتقد ان ولد أزارو رجع زي ما كان ولد أزارو المسيب الماضي؟ في حاجة جوة الولد مخليا حتى في التحامات وحتى في أكيد مشكلة نفسية يمكن نتعرض لضغطات كبيرة جدا من أخر موقوفه في الدورة الأفقيقية يعني كان وليد مشكلته الأساسية أنه عايز ضمن صفوف المتخدمين بيحافظ على ده لازم إحنا يعني في حد معين موجود في الجهاز الفني بتاع علاجات الحاجات بيبدأ يتعامل مع حدريك شايف أن المفروض يكون في الجهاز الطبي في نادي الأهلي معالج نفسه بلازم أسألة مش أسئلة 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 مؤالج نفسه مش مرض أيوة طبعا مش مرض يعني هو حتى مؤالج نفسه ده لو قاعد مع العيب وفاتفض معه وتكلم معه وبتاع ممكن يعني يعمل للطبيع إن هم بيتعرضوا لمشاكل نفسية طول الوقت يعني أشخاص تحت الدوق طول الوقت أخبارهم تحركاتهم يعني أي كان اللي بيعملوه بيقابل انتقادات كتيرة جدا لو أخفقوا بيتحملوا طبعا عباء كبيرة جدا من الجمهور حتى لو كان الجمهور اللي بيستندهم في فترة بيتقلب عليهم في يوم من الأيام فموضاء ده أكيد طبعا بيسابلهم مشاكل نفسية كتير بيبقى محتاجة لعلاج فور بالضبط لأنه الأهلي ده مشكلة الأهلي ده مطلوب منه كده يعني أهلي مطلوب منه يبقى البطل ويبقى يأخذ كل البطلات ده يعني عارفة شيء قدري يعني فشيء القدري كإدارة لازم توفر بقى كل السبل لكلام ده أهلي ممكن ما ياخدش البطلات كلها بس يبقى في حد يعني 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 يخرج خالي الوفاد من موسيقى بس خليني أقول حضرتك على حاجة جمهور نادي ألي ما بيقبلش غير بالفوز لا هو مدر يعني لا الأهلي يلأ لو النهاردة أداة الأهلي وبيأدي وبيعمل عليهم لا 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 هو مدر أزكى جمهور فلا أزكى أزكى جمهور فلا أزكى جمهور الألي أريد أقول لك الحاجة هو نادي الألي هو اللي عمل كده نادي الألي في أجيال طلعت ما بتشوف شغير أن الأهلي بيكسب فكرة أنه الألي بيكسب ده حق مكتسب خلاص لا لا فيما واسم الأهلي أدى فيه وما خدش بطولة جمهور عيت لعبتها تحية أكتر منه هو كسب لأ ما فيش حد بيكسب كل شيء على طول والأهلي عارف هذا الكلام بس النهاردة أصل الأهلي بيلعب فأربعة خمس ست بطولات في الموسيقى فتخيالي بقى لو هو خرج من البطولات كلها وده اللي إحنا بيمكن إعدنا بإحنا خرجنا من فيه حد أدنى للبطولات يبقى فيه خد بطولتين وبقى كده النهاردة أنت الأهلي دايماً عملين مقارنة في عدد بطولاته مع الأندال العالمية ففي الأندال العالمية بتفرق فالأهلي لازم يكمي يعني دي اللي بتظهر الجمهور وبقى كده الأهلي ده مطلوب منه كده يعني أنت نهاردة ما تدريش تتحزب الجمهور على معتقداته الرسخة جواه إحنا نعمل اللي علينا الأهلي يعمل اللي عليه عنده 4-5 بطولات مش ياخدهم كلهم أيوة بس ما يسيبش بطلتين أو ثلاثة أهلي خسر هذا الموسم مجموعة من البطولات أسباب خارج عند ردته صحيح لازم هذه الأسباب تزال تزال إزاي بقى؟ تزال الإدارة تشوف إيه الأسبب إحنا محتاجين في الأهلي أكاديمية طبية صحيح وفيها كل التخصصات حتى زي ما كنا نتكلم عن الأخصائي النفسي أو المعالج النفسي في 2008-2009 كان فيه أخصائي نفسي مع الفريق اسمه دكتور محمد فكري والفترة دي برضو كان النادي الأهلي فيه انطلاقة في مشواره وبعد كده واضح إن فيه مشكلة مع مدرب الأحمال مع العيبة يعني الموسم ده بالذات على عكس الموسم المادي كان معه محدد تونسي يعني وبكده النهاردة أنت لازم الناس تسمع للعيبة أنا عارف إزاي لازم ناس تسمع للعيبة ويبقى فيه بين الإدارة واللعيبة وده دور سد عب حفيز صحيح ونفهم منهم هل فعلا لعيبة مسترياحة هل عندكم؟ يعني لازم الكلام دي حصل يعني بقولك إن الأهلي ممكن محتاجين نعمل سيرفي كده كل أسبوع للعيبة مبسوط من إيه متداق من إيه من إيه 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 الإيه أكي الأسبوع ده حتى لو بطريقة كده محدش بيكتب اسمه محدش بيقول ايه بس كل واحد بيقول لو عنده شكوى بيتكلم فيها حتى لو هو مش عايز يقول ان هو اللي بيشتكي حدرتك النهار ده كرة القدم رابع اقتصاد في العالم الفلوس اللي بتضاقي في كرة القدم بيتسكل زي الصناعة والتجارة ومش عارف ايه رابع حاجة فمعناه انه في فلوس في فلوس كتيرة فيها هذه الفلوس تتحفظ عليها تتحفظ عليها تعملينها كل السبل كل السبل نها تنجح بالعلم مش بالبركة بقول لحضرتك كانوا المسئولين عن اصابات الملاعب في مصر اللي بيروحوا يعالجوا اللعيبة ما عندوش فكرة كان يعالج اللعيب بحفوها في الملعب في يؤذيه فبالتالي العلم اللازم يبقى نجيب افضل ناس خبراء الاهلي كان عمل من سنتين مع المانيا برتوكول تعاون طبي جدا يتفاعل والاهلي قادر على ده وانا بنطلب ده من الاهلي لانه الاهلي عليه دور تاريخي الانديا الاخرى يعني انا النهاردة نادي مثلا سي من الانديا مش هادر عمل ده بس لو الاهلي عندو ده انا هقدر استفيد لعيبتي به فانت هتخدم كل المنظومة موليك انا في قطر الاوروبا بتروح تعالج وتهيأ وتقاهل لعبتها في مركزها اللي موجود في قطر احنا لا نقل ان احنا عندنا هذا المركز في مصر والاهلي اللي يعملوا لانه كل المدخلات تأكد ان الاهلي يبقى في صدد هذا الموضوع صحيح طيب نروح لابعيدا بقى عن الاصابات نروح لانتقالات الشتوية في يناير القادم ان شاء الله ندي الاهلي خلاص حسم يمكن صفقتين او هما دلوقتي تالتنا اربعة او ها لو ده كريم بيقول لي ثلاثة هم انا شايفة او اربعة ما في محمود السلمي في جيراندو في محمد محمد محمود في محمود وحيد او محمود بالظبط الاهلي بصي يعني انا نفسي يعني مش في الاهلي بس في كل عندها زي من قول العلم ومش العلم في خريطة خريطة دي محطوط فيها مراكز اللعيبها صحيح ومعروف اللعيب ده بالظبط يساوي كم من عشرة وبعد كده انا النهاردة عايز اللعيبي يبقى عشرة من عشرة انا طول السنة بدور على ده انا مبدورش فجأة يا اما في الانتقالات الشتوية لا انا ببقى عارف ان انا احتياجات ايه وبقى عارف هاجيب مين وبقى عارف ان اللعيب دوت هو فعلا اللي انا عايزه انما الاسف الشديد اللي بيحصل من وكلاء اللعيبة اللي هم يعني جزء كبير من مشكلة كرة مصرية افساده كشير من الانتقالات الاهلي بكانش كده زمان الاهلي كان ببقى محدد هدفه قبل الموسم عارف انهو عنده نقص في مركز او اثنين او ثلاثة او اربعة زائد قطاع النشئين في الاهلي اللي مفروض عدل عبد الرحمن وعيدنا انهو طلع لنا لازم ببقى فيه تهات اربعة لعيبة كل موسم خارجين من هذا القطاع وانا شايف انه كمان القطاع ده بلأ بيقدم من اي كويسة كده في قطرة الفكرة بس الاهلي بربي لغيره الاهلي بربي لغيره ما هو نصر ماهر او احمد حمدي ما هو اتلاق اثنين او ثلاثة الاهلي كان دائما اربعة خامس ستة لعيبة بتطلعه من هذا القطاع وانتي بتجيب اللعيبة الاخرى اللي نقص عندك و لكن لو وصلت مرة اكتفاء الذاتي شي اهيل طبعا بتختلف على فكرة عكاة انتباء بتختلف ايوه اه الاحتراف وكلام ده كله النمل اللي بتربي في الاهلي بس فكرة ان يكون فيه اكتفاء ذاتي من هذا واحد ده صعب انا ما قلت اكتفاء انا ما قلت اكتفاء انا مقولك اكتفاء انا بس يبقى عندك اربعة خامسة لعيبة طرعين من عندك يعني أنا بقولش تلعي كل الفريق وبرضو خلينا نرجع ونقول إن كرة القدم طبعا تدريب وإصرار وكل حاجة لكن بيبقى فيها حتة موهبة مش سهل يعني مش في إيدك نهاية تكون موجودة عندك أو في ندي تقني الأهلي أكثر الأندية على اكتشاف الموهب الأهلي أكثر الأندية على اكتشاف الموهب لو استعان أول حاجة مش هنقول بقى الكشفين اللي كانوا موجودين وعبد البقال ونزي كلها لا عنده عيون جيدة من اللعبة بتاعته الأدامة يعني النهاردة أنا ليه ما يبقاش عندي فريق عمل من دولة يعملولي عملية مسح شامل لمصر وإحنا عارفين كل اللعبة اللي موجودين في مصر عارفينهم؟ فيبقى عندنا بقى جهاز ده دوره الأساسي إنه هو شوف لنا يروح لو فيه ماتش النهاردة موجود في فيلم دوريات المظالين يروح يبص يبص وعينه هو أكتر لأنه هو بيبقى مالك موهبة الاكتشاف الموهب النهاردة الراجل دا يقول لك أنا اللي طلعت مش عارف ميه هو بيعتبر ده جزء من السفي بتاعه بيعتبر جزء دوت من تسويقه لأنك طلعت لعيب كزا ولعيب كزا ولعيب كزا ولعيب كزا أنا عايز مجموعة من اللعيبة الأهلي القدامة اللي عندهم الرؤية يضلقوا يجيبولنا لعيبة بجانب بقى القطاع الناشئين يقول العديل عبد الرحمن يعقدر يزيويد لنا يشوفولنا اللعيبة دي بيبقوا مواهب مهمة جدا وبعد كده الأهلي قادر على يعني يعني استكمال الموهبة يعني هو عنده مكونات موهبة عنده عنده الأسس ويأخذ الأهلي بقى يبدأ بقى فده مهم جدا أكيد طبعا بس أنا عايز لحركة نكمان يعني يمكن أربع فرق من خمس فرق الناشئين اللي موجودين في النادي الأهلي ربع منهم متقدمين ومتصدرين الدورة أنا عايز بقى السمار الأهلي بيعمل كده وكل اللعبة دي بتروح تخرج وتخرج للفرق الأخرى كان لنا حديث مع كابتن عدل عبد الرحمن في فترة اللي فاتت أياما من كان لسه باترس كارتيرون هو المدير الفاني للنادي الأهلي وقال إنه هو قعد مع كابتن باترس كارتيرون وقتها وعمل معه خطة متوازنة هو إزاي يقدر يصدر للفرق الأول اللعيبة على نفس القدر من المسئولية ومن الاكتهاد وبنفس طريقة اللعب ونفس التفكير تقدر طبعا تساعد وتساهم في انتصارات النادي الأهلي أو في ألقاب النادي الأهلي في السنين اللي جاية تعرف يا شيما الأهلي تخوّق من عشر خمشرة سنة زي جاب خبير ألماني لقطاع النشئين خبير هو رجل ده وتخطيط بيخطط هو عن ودرق فنين شغالين هو رجل ده اللي بيدير التخطيط خرجوا في الفترة دي كمية من اللعيبة الأهلي شيء رائح ليه الأهلي مرجعش تاني ممكن يبقى أحد من الأولاد هو اللي يعمل ده يبقى بس ممتلك ممتلك الإمكانيات وممتلك الطاقة وممتلك الفكر وممتلك الكلام ده هيعمل الكلام ده الأهلي بولك يعني انت عارفة أنت الاختبارات اللي بتروح لأهلي كم لعب كم متخدمين لها كم لعب أكيد أولوفيت أكيد أولوفيت يعني عصلا الأرض دي أصلا لا تنضب على فكرة مليانة بس فين بقى العين لتشوف العين لتشوفه العين لتشوفه شكده بولك لكن الأهلي مطلوب مجموعة من اللعيبة النجومنا القدامة اللي هم أكفاء يبدأوا يمسحوا وهملوا مسحة لمصر صحيح أستاذ محمد شحات نقد رياضي ونائب رئيس تحرير أخبار رياضة نورتنا النهاردة في الكلام في الميديا في قناة نديل شكرا وكلو صحيحون طيبين وإن شاء الله الأهلي قادم بقوة أعتقد أن الراجل ده جاي هيبقى فتحة خير وعندنا تاني أمجاد ديوكوتي ومنول جزير وإن شاء الله يعني حقا زي ما تقولي طموحات جماهير الأهل كتيرة ورغبتكم في حصد كل البطلات شكرا لحضرتك مشاهدينا شكرا لحوصن المتابعة شكرا لحضرتكم إن شاء الله يوم الحد القادم في حلقة جديدة من كلام في الميديا يوم سعيد على حضرتكم موسيقى